تمكن مشروع مركز الملك سلمان لغاثة والعمال الإنسانية مسام من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2023 من انتزاع 694 لغما في مختلف مناطق اليمن منها أربع ألغام مضاد للأفراد و102 لغم مضاد للدبابات و588 دخيرة غير منفجرة وبذلك يتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر نوفمبر إلى 3039 لغما ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 423 ألفا و36 لغما زرعت بعشوائية من قبل ميليشيا الحوت الإرهابية